السلام عليكم ورحمة الله هنبتدي ان شاء الله نعمل صفحة الارتكل ديتلز وهي تفاصيل المقال طبعا كالعادة هنبتدي بالديزاين الاول فهنعمل هنا صفحة نسميها ارتكل ديتلز بيتش ناخدها كوبي ونعمل صفحة جديدة بنفس الاسم نفس اسم ممكن نسميها صفحة اسم بس الفايل ديتلز دوت دارت لكن الاسم لازم بنفس الاسم بالظلط هنعمل امبرت اول حاجة لمكتبة الماتريال دوت دارت وبعد نعمل من نوع وهنقول نفس الاسم بالظلط ارتكل ديتلز ونعرف هنا نعمل نعرفه عشان اه كده يبقى متعرف تمام اه هنا بقى نعمل السكافلد بتاعنا والسكافلد بتاعنا ممكن هياخد أبار والأبار بياخد تايتلز ازا ما احنا عارفين وهنحط في تيكست وهنسميه نسميه اه ارتكل ديتلز طبعا انا نسيت ان انا احط أبار قبل التايتل احط هنا أبار وهنا بنقص هنا التايتل بس كده ونسايف تمام نستطيع ان نعمل بادي هنا والان هنحطه عبارة عن كونتينر مؤقتا طيب احنا عايزين نعمل ايه هنا في الصفحة الصفحة هنا هتبقى عبارة عن هنا سبجيكت الخاص بالارتكل او العنوان تحتها هيبقى فيه صورة كبيرة كده وهيبقى تحت الصورة ثلاثة فلد جنب بعض الكرياتيد يعني تاريخ انشاء وهذا المقال امتى تاريخ انشاء ثاني حاجة البيورس عدد المشاهدات وثالث حاجة اللي هي الكاتيجري اللي هو تبع النيونز تبع التكنيونيشي تبع الساينز عين كان نوع التصنيف ايه واخر حاجة بقى موجودة هنا الكنتنت بتاع الارتكل طيب هل يبقى ده مكتفي بكده بس لا هيبقى فيه تحت حاجة اسمها related بالارتكل ده والrelated دي هتبقى في صورة سلايدر كده ما احنا عملنا كده في الهومبيج هتبقى فيه صفحة واثنين 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 طيب من تيك نشوف ال API ال API فعلا بتشرح الكلام هي فعلا ال data عبارة عن details دي التفاصيل اللي احنا هناخد منها و هناخد الكرياتيد والفوتو والcontent التلدس دي احنا كرينا نعمل شوية والrelated دي بقى فيها المقالات المتعلقة بالمقال ده طبعا نعمل ال design طبعا طالما فيه كزا حاجة هنعمل هنا هيبقى اما نعمل column اا لو صفحة قصيرة اما نعمل list view عشان يبقى صفحة scroll تماما فاحنا نعمل هنا list view لان احنا مش ضامنين الصفحة تبقى طولة عاملة ازاي هي غالبها هتبقى طويلة و هيبقى فيه children ال children هتبقى متقسمة الاثنين هتبقى articles و هيبقى الارتكل ممكن نكتبه article و هيبقى و هيبقى تحتيها related و هيبقى الارتكل و هيبقى الارتكل و هيبقى الارتكل هنروح نعمل اللي اتنين دول اللي اتنين نسوا الدول طيب نشتغل على الارتكل ديتلز الارتكل ديتلز احنا قولنا هي هتبقى عبارة عن سبجيكت هنا فهتبقى دي بردو كولومد يعني هنا سبجيكت صورة بعدين تحتيها التفاصيل يبقى ريترن هنا كولومد كولومد بياخد اول حاجة احنا عايزين نقول سبجيكت بقى نقول تيكست التيكست هناخد كده هناخد سيمبل كده بسيط مثلا ده الارتكل بتاعنا لسبيل المسال وتعالوا نسايف ونشوف الدنيا عاملة طيب ماينفعش نعمل لازم نعمل هنا اي حاجة مسلا اي 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 فويد اه المهم ان هي ما تبقى شنل عشان دي اه ما يعملش ارور لان انا بدا عرضها داخل الليست فيو طيب اول حاجة احنا احنا عرضنا فعلا السبجيكت بس احنا محتاجين ندي شوية كده ستايلينج للتيكست ده فاحنا هنعمل هنا ستايل تيكست احنا عايزين نتكبر الفونت اللي عنده السبجيكت هنعمل هنا ستايل وهنكبر فونت سايز فونت سايز وهنقول تمنتاشر اه فونت ويت فونت ويت اللي ستة مية شوف كده فعلا بقى افضل هنحطه داخل كونتينر عشان عشان اه هنديده اه مرجن ونديده بدين هنديده هنا بدينك هنديده مسلا عشرة ونفس الكلام بس هنديده هنا مرجن هنديده بقى شكلها افضل نارده صورة بنقول ايميج دوت دوت نيتورك هنه هتبقى بنا لينك نحط اللينك بتاعنا هنا اللي هي الصورة دي هنبتدي نديده لها الهيتس والويتس بتاعتها المطلوبة احنا هنديده لها الهيت وليه يكون تلتمية نعمل 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 تحكيها بقى هنعمل كده كرد كده صغير وهنخط فيها الثلاثة الفلد اللي احنا اتلمنا عنهم هتبقى صورة رو لانها هتبقى ثلاثة جنب بعض رو جرو بياخد تشيلدرن وهيبقى ثلاثة جنب بعض ثلاثة تكست او ممكن نخليها ممكن نخليها ممكن نخليها كارد 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 نقوم بطريف الفيكست الاوليني مثلا التاريخ نقوم بطريف created تاريخ وبعد كده يبقى reviewers او category هنا مثلا news وهنا هتبقى viewers عادة مشاهدات والي يكون هنا 99 save نشوف هنعمل بس جنبهم spacer شاء ان يبقى فيه مسافة ما بينهم space هنا space هنا خلاص بقى كل واحدة كده تقل بذاتها هنحتاج ان احنا نحطهم اا نعمل لهم كده زي بدينج ويبقى ندخلهم داخل كونتينر كونتينر ونضي لها بدينج طبعا كونتينر بياخد شايلد داخل الكارد داخل شايلد مقدره ندخل 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 خمسة ندخل 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 الكنتينر ندخل ندخل الكنتينر ندخل 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 الفونت ويتس دي وهنخليها 14 زي ما احنا بنعمل وهناخد الكنتينت الموجود هنا نضيفه هنا ممكن نزباطه شوية نزود الخط شوية نخلي 16 نخلي ندخل ندخل الجن نزبطه الوجست فايل عشان نبقى متساوي مفيش حاجة طالع من التانية كده متساوي كده الشكل بقى افضل كتير بس انا عايز اتكبر شوية الكارد ده لان الكارد كده مش مزبوط نحاول ديلو هايت ندخل ندخل من الكنتينر هايت وليكن خمسين تمام كده بقت افضل و الريت تخليها عشرة واللفت عشرة عشان يبقى فيه المسافة تكون افضل كشو كده بقى شكلها افضل كتير حسنا نبتدي نعمل بقى الجزء التاني من الديزاين احنا خلصنا كده الديتلز كامل هايت نعمل الجزء الاخير اللي هو بتاع الريتلز كامل نعمل كارسول سلايدر نحن ممكن نبحث عنها كارسول سلايدر سناخد بس السامبل اللي هو اضعه بسيط هو اضع السامبل بسيط هنا هناخده بس عشان نعمل تست عليه وليكن السلايدر ده بذل تاني كونتينر هناخد بيه التاني بقى الكارسول السلايدر واحنا هي متعرفة اصلا نعرف بس الامبورد بتاعنا عشان نتعرف هندي بس شوية اوبشنز زي ما هو ملديه دي اوبشنز كتير هنا مكان الاوبشنز القليلة اللي هو هتدخولي هنا ونعمل تقومها بلنساش ونسايف طب هو بس ايه كرارت في الاوبشنز زي مراتين فعشيلها ودي هخليها نقل اللي هي اه محتاجها دي بس ايه دي شكلها انا بس نحتاج اعادل فيها شوية ودي كرارها اه خمسة خمسة بفول لوب طيب انا هقلل بس شوية اللي هيتخليه اه على حسب جهات اللي جاية كده بشكل وكيف ده اه انا بس مش عايز كمان دي مش عجباني فانا هشيل اغير فيه شوية هنا هخليها اه هخلي الى الشايلد هنا اه نعكولم هاياخد اول حاجه هاياخد الصورة بعد كده هياخد التاكست هياخد صورة image .assets او .network انا هناخدها ونحط صورة ايه نسينا القمى اكيد انا نسينا القمى صيفت نشيل ال background اللي هي دي طيب انا عايز اوقف اوتو بلاي دي مش عايزها خالص وهشيل اخلي انفينت نوب زي ما هو موجود الانشيال دي مش عايزها هشيل الطايمر لان خلاص انا شلت في السلايدر انا شلت او اوت بلاي اي سايف بس هي تتحرك معايا عشرة عشرة كتير نخليها كمسة كده تمام هنخلي هنا بقى related يعني نحط كده text نسمي related عشان يبقى فاصل ما بين article details و related نبقى عارفين ان دي related هنحطها فين هنحطها فوق هنا بالزبط وهنسميها text هنعمل كده text نعمل كده text نعمل كده text نعمل كده related related طيب هندي لها container برضو وندي لها ونبقى بادنج بابها دي كده تمام ممكن نجد لها underline دي اعتقدها تبقى كويسة دي كوريشن underline بس كلا دي كلا تمام باسم